لا تختلف الأوضاع في العراق اليوم عما كانت عليه خلال الثمانية عشر عاماً الماضية إلا أن جميع العوامل اجتمعت حالياً لتغرق البلاد في مزيد من الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة نتيجة لتنامي التوترات السياسية وفقاً للمركز الفرنسي للأبحاث بشأن العراق توترات أفرزتها نتائج الانتخابات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول وعمقتها المواجهة الأخيرة لتشكيل ما يطلق عليه الكتة الأكبر تجعل من خطر المواجهة المسلحة بين الأطراف المتنازعة على المناصب قاب قوسين أو أدنى مع تلويه تلك الجهات بورقة الحرب الأهلية لاستخداد ما تعتبره حقها وهو مصطلح يلمح لإشعال العراق بموجة جديدة من التفجيرات والهجمات المركز الفرنسي للأبحاث أكد عدم وجود نظام ديمقراطي حقيقي في العراق حيث اعتادت الأحزاب على تقاسم السلطة وفق نهج محاصصاتي طوال العقدي الماضيين قبل أن تجد بعض الكتل نفسها خارج اللعبة لتحتشد ضمن ما يسمى بالإطار التنسيقي الذي يجمع العديد من الأحزاب فضلا عن تحالف الفتح الموالي لإيران والذي تنظوي تحته ميليشيات الحجد ليبرز إلى العلن معسكران متعارضان يطالبان بالأغلبية البرلمانية وكل منهما يملكان ميليشيات يقدر عددها بنحو ثمانين ميليشيات تمتلك أسلحة ثقيلة وخصصت لها موازنة مالية تبلغ مليارين وستمائة مليون دولار وعدد من هذه الميليشيات لها القدرة على إلحاق الأذى بالأخرى ولا أحد منها مستعد لقبول الهزيمة وخسارة مكاسب ومصالح وإمبراطوريات أسست طوال أعوام وفقا للمركز الفرنسي البحثي الذي أشار إلى خطورة السيناريو وبات يلوح في الأفق مرجحا تدخلا إيرانيا وأمريكيا لإجبار الحلفاء والوكلاء داخل العملية السياسية ببغداد لإنهاء الخلافات بدل من الدخول في حرب مفتوحة تهدد مصالح اقتصادية كبيرة ومنافع لطهران وواشنطن ليبقى الحال على ما هو عليه توافقيا ولكل غنيمته